حول الموضوع نضم لنا عبر رقمات مستنعية مباشرة من بغداد سيد مصطفى سعدون مدير المرصد العراقي سيد مصطفى مساء الخير أهلا بك معنا التقرير السابق من زميل حسام ربما فصل لنا من أين حصل داعش على السلاح الكيموي وكيف أيضا فشل بتطويره لكن استلادا أيضا على المعلومات التي لديكم ما الذي يمكن أن تضيفه على ما ذكره التقرير رغم مرور عامين أو عامين ونصف على سيطرة على مدينة الموصل وتمكنه من فعل كل ما يريد وسلاسة تنقله بين المحافظات التي كان يسيطر عليها إلا أنه عاجز عن تطوير هذه الأسلحة الكيميائية لأنه فقط بقي يعتمد على غاز الخردل الذي يمكن صناعته لو سألتم الخبراء المختصين يمكن صناعته من مواد أولية من كيلور وتعقيم المياه من مواد أخرى مواد التنظيف التي تستخدم لذلك لم يتمكن من تجاوز مرحلة غاز الخردل حتى غاز الخردل لم يتمكن من استخدامه ضد المدنيين أو ضد القوات الأمنية العراقية رغم هناك كانت لديه ست أو سبع محاولات في شهرين ميسان وشباط الماضي بالإضافة إلى شهر آذار حاول استخدامها حاول استهداف المدنيين والقوات الأمنية إلا أنه عجز عن ذلك بسبب عدم موجود الخبراء الذين يستطيعون أن يوصلوه إلى المرحلة المتقدمة التي يريدها من هذه الأسلحة طيب الأسلحة المتوفرة في الداعش لا يمكن مستفى قبل قليل تحدثنا أنه كيف حصل داعش إذن على السلاح الكيموي كيف فشل أيضا في تطويره أيضا نقطة أخرى هي داعش رغم ذلك هو حاول ولكن فشل في التطوير لكن ربما المرتبة التي وصل إليها في تطوير السلاح الكيموي سمعنا بأنه كان قد قام بإطلاق بعض السواريخ التي تحمل بعض المواد الكيموية لكنها كانت ربما بداية صنع وغير دقيقة كيف تعلق على ذلك؟ نعم هو لم يطلق الصواريخ بمعنى الصواريخ الكبيرة هو أطلق قنابل صغيرة على المدنيين الذين حاولوا الفرار من مناطق سيطرته تحديدا في حي الثورة في شهر نيسان الماضي قنبلة صغيرة كانت بيد أحد عناصرها بحسب شهود عيان ربما هذه كانت هي تجربة أو بداية أو أولية تيست لما يريد أن يفعله في المستقبل أو في الأيام التي تلتها لكن ولله الحمد أنه لم يتمكن من ذلك هناك من يقول ويريد أن يعطي صبغة إنسانية أو صبغة البطل لتنظيم داعش ويقول بأنه لا يريد استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين أو ضد القوات الأمنية العراقية على العكس من ذلك تنظيم داعش لو كان يمتلك نصف ما يمكنه من قتل المدنيين أو قتل القوات الأمنية العراقية بغاز الخردل أو بأي أسلحة كيميائية أخرى لما تردد لحظة واحدة في استخدامها لكنه عجز عن ذلك بسبب ربما يكون كثافة الهجوم والمستمر عليه من قبل القوات الأمنية العراقية وطيران التحالف الدولي شكرا لك على هذه المداخلة معنا سيد مصطفى السعدون مدير مصد العراقي كنت معنا عبر الأقماء الصناعية مباشرة من بغداد اشتركوا في القناة